ونبقى مع المكاسب وفي مجال الإعلام توجى تلفزيون الجزائري بالجائزة الأولى مناصفة مع تلفزيون فلسطين لمسابقة الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك في طبعته السابعة إبداع بلا حدود حيث فازل فيلم الوثائقي أياد القدر للصحفية ياسمين حريرية بهذه الجائزة من إنتاج مديرية إنتاج البرامج لتلفزيون الجزائري الإعلان عن الفيزين جاء خلال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية لدول اتحاد إدعاة الدول العربية بتونس العاصمة هذا وسيتم تسليم الجوائز خلال مهرجان اتحاد إدعاة الدول العربية شهر جوان المقبل